شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر اقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027 وتم اعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الاطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص وارتكازا على الدراسات التي تم اعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم اطلاقه خلال مؤتمر كوب 27 للمناخ والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات وذلك لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصصها والحد من اثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الاعمال وتعزيز قدرة مصر على المنافسة وتسعى الاستراتيجية القطرية الجديدة إلى تحقيق اهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ترجمة نانسي قنقر